فاز رئيس الوزراء الليثيوبية أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام للعام الحالي ومنحت لجنة نوبل النرويجية أبي أحمد الجائزة تقديرا لجهود في تحقيق السلام والتعاون الدولي لسيما مبادرته لإنحاء الحرب مع أريتريا يشار لأن قيمة الجائزة تبلغ نحو 900 ألف دولار وستقدم في العاشر من ديسمبر كانون الأول القادم في أصله قررت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام لعام 2019 لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لجهوده في تحقيق السلام والتعاون الدولي لسيما مبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع الجارة أريتريا الجائزة تعني أيضا الاعتراف بالمعنيين الذين يعملون من أجل السلام والمصالحة في إثيوبيا وفي مناطق الشرق وشمال شرق إفريقيا